في أخر تجاربها الفضائية، أطلقت وكالة ناصا اليوم كوكب دارة الاصطناع لحماية الأرض من أي خطر محتمل لسقوط أجسام كبيرة أو كواكب على سطح الأرض. الكوكب سيستطم عمداً بكويكب آخر لمعرفة آثار التصادم ومدى تأثيره على الأرض. إطلاق ناصا الجديد يأتي اختباراً للتكنولوجيا التي يمكن أن تستعمل يوماً ما في إبعاد كوكب أو تغيير مساره إذا كان يشكل خطراً على الأرض. وأطلق سيرخ فالكونتس الذي يحمل مركبة دارتا الفضائية في حدود السادسة وعشرين دقيقة صباحاً من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا ويسير بسرعة خمسة وعشرين كيلومتر في الساعة، وسيصطدم بكويكبي ديمورفوس الذي يبلغ قطره مائة وستين متراً شهر أكتوبر من العام القادم دون أن يخلف آثاراً بحسب خبراء الوكالة الفضائية. وسيحدث التصادم على بعد أحد عشر مليون كيلومتر على الأرض وهي أقرب نقطة يمكن أن يصل إليها. تبلغ تكلفة كوكب دارت بثلاثمائة وثلاثين مليون دولار وهو الأول من نوعه. فيما رجح العلماء أنه في حال استدامي سخرة من الحطام الكوني بالأرض بحجم مئات الأمتار، فسيحدث دمار شامل قد يصل إلى حد القضاء على قارة كاملة. لذلك جاءت فكرة إطلاق كوكب لحماية الأرض، وإيجاد حلول ممكنة لتجنب أي أخطار محتبرة لكواكب فضائية مهددة بالسقوط فوق سطح المعمور. اشتركوا في القناة